المخيم شهد اقتحامان منذ منتصف الليل الاقتحام الأول عند تمام الساعة الثالثة من فجر الليلة وانسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية بعد أن أزالت جرافة عسكرية السواتر الترابية والعوائق التي وضعتها المقاومة الفلسطينية لاحقا وعند الساعة السابعة والنصف من صباح هذا اليوم تم اكتشاف تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى داخل المخيم وأطبقت الحصار على منزل ومن ثم تم اعتقال مطارد فلسطيني من داخل المنزل من عائلة الصلاج واسمه عصام صلاج بدعوة أنه مطلوب للأجهزة الأمنية الإسرائيلية كتائب شهداء الأقصى في نابلس قالت في بيان لها أنها خاضت اشتباكات مسلحة واستهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية بعدد من العبوات الناسفة قبل أن تنسحب القوة بعد اعتقال هذا الشاب باتجاه المحورين الجنوب الشرقي باتجاه حاجز عورتة وكذلك أيضا باتجاه شرق مدينة نابلس باتجاه حاجز بيت فوريك كما أن البلدة القديمة أيضا هي الأخرى شهدت اقتحاما تحديدا في حارة القريون حيث تم اعتقال شاب فلسطيني من داخل البلدة ومن ثم انسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه نقطة الطور العسكرية كذلك الأمر حيث شهدت مناطق شمال وشرق مدينة تول كرم شمال الضفة الغربية سلسلة اقتحام في بلدتين عنبتة وكذلك أيضا قفين وسط إطلاق للنار ومواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك الأمر إلى الجنوب من مدينة جنين شهدت بلدتين يعبد وعرابة سلسلة اقتحامات لهذه المنطقتين وتم مداهمة طبعا عدد من المناطق في المنطقة وسط طبعا انتشار للحواجز العسكرية الإسرائيلية كما الأمر بأن قرى جنوب وشرق مدينة قلقيلية شهدت سلسلة اقتحامات واعتقال على الأقل خمسة شبان فلسطينيين كذلك الأمر في مخيم الجلازون وسط الضفة الغربية وهناك في مدينة الريحة وأيضا في نطاق الخليل وكذلك بيت لحم وبالتالي سلسلة الاقتحامات مستمرة أبرز الأحداث وفق الهلال الأحمر الفلسطيني فإن التعامل كان مع اقتحام مخيم بلاطة فجر هذا اليوم مع ثلاثة إصابات اثنتان بالرصاص الحي وإصابة ثالثة للطفل يبلغ من العمر أربع سنوات أصيبه بنتيجة مهاجمة كلب بوليسي إسرائيلي مع الوحدات الخاصة الإسرائيلية لهذا الطفل وصفت الإصابة ما بين متوسطة إلى خطيرة نتيجة مهاجمته بطريقة شرسة من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية كذلك الأمر حال المناطق والحواجز العسكرية المنتشرة بين مدن الضفة الغربية وتحديدا في شمالها تشهد تشديدات عسكرية كبيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واختناقات مرورية وخاصة أن ذلك يدفع السلوك المواطنين إلى طرق التفافية ونتيجة الحالة الجوية والتساقطات المطرية الغزيرة طوال الخمسة أيام الماضية فإن هذه الطرق الالتفافية لم تعد صالحة للتنقل وربط المدن والقرى الفلسطينية ببعضها البعض وبالتالي مشهد من المعاناة المستمر في مناطق الضفة الغربية سواء كان في عملية التنقل أو حتى في الاقتحامات الإسرائيلية إلى جانب ذلك سلسلا من اعتداءات المستوطنين التي ترصد تحديدا في مناطق غرب سلفيت وشمال سلفيت في محيط بلدة ديرستيا محاولات استيطانية مستمرة لشرعنة بؤر استيطانية وإقامة بؤر استيطانية في المنطقة بالإضافة إلى سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في منطقة الأغوار الفلسطينية بمصادرة المواشي والاعتداء على الرعاة في تلك المناطق في ظل حماية مشددة من قبل جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق لتمرير ما وصف بأنه مخططات من قبل الحكومة الإسرائيلية للعمل على ترحيل وتهجير صامت وآخر صاقب بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين من التجمعات البدوية في مناطق الأغوار بالكاد يعني يمضي يوم إلا وترصد سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات في منطقة الأغوار الفلسطينية ناتجة طبعا سواء عن إجراءات عسكرية إسرائيلية وأخرى تلك المتعلقة طبعا بالاعتداءات الاستيطانية في تلك المواقع خالد يعني بعد الأمر التنفيذي الذي أصدرته لولايات المتحدة بحق المستوطنين هل مازال عنف المستوطنين كما هو؟ بطبيعة الحال مستمر وحتى بعد عدة ساعات من هذا القرار التنفيذي نفذ المستوطنون سلسلة هجمات أبرزها كان باتجاه بلدة الساوية إلى الجنوب من مدينة نابس حيث تم مهاجمة عدد من المنازل وإحراق مركبة فلسطينية بالتالي هي رسائل استيطانية عبر سوميتريتش وكذلك أيضا بنكفير من قلال شبيبة التلال ومجموعات الاستيطانية بأنه لا اكتراث بطبيعة هذا القرار وأن المستوطنين يواصلون فرض السيادة هنا في مناطق الضفة عبر طبعا إنشاء وشق الطرق الاستيطانية مصادرة الأراضي مهاجمة القرى والبلدات وهناك طرح استيطاني متعلق بسبعة آلاف وحدة استيطانية وقانون الحرب الإسرائيلي الذي أصدره الكابينيت منذ السابع من أكتوبر بطبيعة الحال فتح الشهية لاستمرار وارتفاع وطيرة هذه الاعتداءات في مناطق الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر وحتى هذا اليوم قرابة الخمسة عشر شهيد أغلبهم في مناطق شمال وشرق رامالة وكذلك جنوب مدينة نابلس استشهدوا برصاص المستوطنين تتركز الاعتداءات بشكل لافت في محيط قرى شمال رامالة وجنوب نابلس وإلى المناطق المحيطة بمحافظة سلفيتا الاعتداءات الاستيطانية باتت تتسع ولربما باتت تشكل خطرا أكثر من ذي قبل سيما بعد قرار التسليح وتوزيع عدد من الأسلحة بالنسبة للمستوطنين أكثر من 37 ألف قطعة سلاح قام الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا وزير الأمن القومي إتمار بن كفير بتوزيعها على المستوطنين هذا الأمر يزيد من الدموية التي تشهدها مناطق الضفة الغربية ولربما يؤدي إلى التفجير على الرغم من محاولات أمريكية عبر هذا القرار لتخفيض وديرة التصعيد الذي تشهده مناطق الضفة الغربية سيما في ظل طبعا القرارات التي تتعلق بملاحقة أو على الأقل بمنع دخول المستوطنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أولئك طبعا الذين أدينوا بسلسلة اتهامات جيش الاحتلال لربما أصدر بيان قال اتهم به شرطة الاحتلال بعدم القيام بالجهد الكافي والمطلوب بما يتعلق بملاحقة المستوطنين الذين يشنون الهجمات والاعتداءات باتجاه القرى والبلدات الفلسطينية بن يمين نتنياهو وصف المستوطنين بأنهم مواطنون ملتزمون بالقانون هل يتم محاسبة أي منهم على هذه الجرائم؟ يعني وفق المؤسسات الحقوقية وتحديدا من منظمة بيت سالم التي تتابع هذه القضايا جزء منها محدود ما يصل إلى المحاكم الإسرائيلية والجزء الأكبر يترك وتغلق الملفات دون طبعا ملاحقة هذا يعكس بطبيعة الحال الإطار الحكومي والأمني في سياسة ملاحقة طبعا المستوطنين الذين ينفذون الاعتداء دعنا فقط نعكس الصورة ماذا لو نفذ مواطن فلسطيني اعتداء أو غجوم باتجاه المستوطنين أو الإسرائيليين على الفور كل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تنفذ الملاحقة وتعتقله ويصدر المحاكمة بشكل واضح وصريح هذا ما لا يحدث على الإطلاق بالنسبة للمستوطنين من قبل شرطة الاحتلال وجيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي تصريحات نتنياهو هي الأقرة تعكس المدى البعيد لاعتبار المناطق الضفة الغربية هي جزء من دولة إسرائيل بمعنى أنه يذهب بشكل معارض ومخالف لكل الاتفاقيات باعتبار المستوطنات في مناطق الضفة الغربية مخالفة وغير قانونية وفقا للقانون الدولي خالد دي مرئيس الغد كنت معنا من نابلس شكرا لك شكرا لك